السلام عليكم انا اسمي اياد طه ان شاء الله باذن الله هبدأ معكم حضرة النهاردة ولو كله سمعني او لو مفيش حد سمعني يديني اشارة طيب اللي مش سمع صوتي انا حاول اعلي صوتي شوية ان شاء الله باذن الله انا زي ما قلتلك قبل كده اسمي اياد طه هنبدأ ان شاء الله مع بعض النهاردة محاضرة صغيرة عن تعليم اسس طريقة نور البيان هشرح لكم فيها باختصار بسيط انا ازاي بدأت الرحلة دي في تعليم الطريقة ديت وفديتني بايه و ايه هي اسسها الطريقة ديت انا تعليم بتاع انا اعدي شيخين كان شيخ اسمه محمد جمال وشيخ تاني اسمه محمد محسن المحاضرة ياريت بس اللي مش سيناء كده كويس لم يجب ان يقوم بتاع ايه تمام زي ما قلتلك انا اخذت الطريقة ديت على رد على ايد اتنين من الشيوخ اكني لهم كل الفضل وكل التقدير واحد منهم عشان بس اذكر وجميلهم واحد منهم كان اسمه شيخ محمد محسين والتاني كان اسمه محمد جميل الطريقة ديت بتعلمنا ازاي نقرأ او نكتب بطريقة سهلة ويسيرة جدا سواء كان الاطفال او كانوا كبار هنتعلم فيها من الصفر من ساعة ما نقول ازاي الحروف بتتنطق لحد اخر حاجة نكون جملة عبارة عن ايه الدورة ديت زي ما قلنا طريقة نور البيان هنتعلم فيها كل حاجة من الصفر اي من ساعة الحروف ازاي نطق الحروف لحد اخر حاجة ازاي نكون جملة سواء كان للاميين لو يعرفوش يقرؤوا او يكتبوا خالص او كان للاطفال طيب هي عبارة او اقصامها عن ايه اقصامها عبارة اول حاجة هنتعلم ازاي اول حاجة هنتعلم ازاي نقرأ الحروف القراية الصحيحة او النطق الصحيحة اول حاجة هنتعلم ازاي نقرأ الحروف القراءة الصحيحة او النطق الصحيحة ثاني حاجة هناخد حركات الحروف وهنوضح كل حاجة او كل عنوان بقوله ان شاء الله بالتفصيل ثاني حاجة المفروض لما اجي اعلم طفل او اجي اعلم امي حد ما بيعرفش او يكتب هياخد الطرق اللي انا بقول عليها دلوقتي اول حاجة هعلمه ازاي يقرأ الحروف النقط الصحيح ويطلع كل حركة من مخرجه الصحيح واتكلم عن النقطة دي تاني وباستفادة ثاني حاجة هاخد الحركات المفروض تبق على كل حرف ثاني حاجة هاخد حاجة اسمها المد او المد سواء كان طبيعي او متصل او منفصل بعد كده هاخد الشد مع الحركات اللي هي الفتح بعد كده هاخد التنوين لما ياخد الحركات كلها على كل حرف في الاخر يبقى انا كده اقدرت الطفلة هيحطله او الامي اي كلمة سواء كان عليها اي حركة من الحركات الحروف هيقدر يجمح طيب نبدأ من الاول احنا قلنا اول حاجة هناخد الحروف طيب ازاي انا علم حد يقول الحروف او ازاي انا علم حد ازاي يقول الحروف ديت او تقريبا موردو لو شو سطوري سمعني او مش رادي ينقل على سلايد اثنين او الصورة التانية تانين كده اول اول او الصورة التانية تانين ذا اقول لنا انها ديت هي حروف حروف اللي جاء كلها من الالف لحد ازاي عندما أعلم حد الحروف دي سأعلمها له كيف؟ أول شيء سأنتقل الحروف كلها مرة واحدة سأقول أن نطق الحروف ألف وباق وليس كما تعلمني ألف به لكي هذا خطأ وخطأ شائع جدا عندما أنتقل الحرف سأقول ألف وباق سأنتقل الحروف كلها مرة واحدة لوحدي والشخص الذي سأعلمه يسمع سواء كان طفلك سواء كان أمي أو الألف باق تاق وهكذا وأنا بنتقل هركز على ثلاث نقطة أول نقطة إزاي أطلع كل حرف من مخرجه الصحيح ثاني نقطة هركز عليها الحروف المفخمة اللي هي الصاد الأول الخاء والصاد والضاد والطاق والضاق والغين والكاف يعني ما أقولش داد ما أقولش تاق على الطاق في ناس كتيرة قوي بتاكل الحروف دية المفروض عندما يجي قد الحرف سأتعلمه فأقوله أركز على الحروف دي وأنا بنتهر وأعرفه أن دي حروف مفخمة ما تتقلش برقة لازم أن تطلع تحس أنها بتملى البق و هي أنت تنتق هتبقى صاد صاد ضاد طاق ضاق غين كاف خاء دي الحروف المفخمة اللي احنا قلنا هنركز على الحروف المفخمة تاني حاجة هنركز على الحروف اللي بيطلع فيها طرف اللسان زي الثاء الزال الزاق دي تاني نقطة هركز عليها وأنا بعلم اللي أنا هعلمه الحروف تالت نقطة هركز برضو على الحروف اللي نطقها فيه خطأ شائع زي العين والغين والزاي ناس كتيرة قوي بيقول عليها عين غين زين لأ نطقها الصح عين غين زي وأنا بنتق ازاي أعلم الطفل الفرق ما بين الزاق والزال أو أعلم الأم الفرق ما بين الزاق والزال أقول له الزال بيطلع فيها طرف اللسان و الزاق ما بيطلعش فيها أي حتة من أي جزء من اللساني انا اركزت على الحجات ديت وانا بقرأ اول مرة هقرأ الحروف ديت اول مرة وركز على الثلاث نقطة اللي انا قلتهم دولة اللي هي الحروف المفخمة الحروف اللي بيطلع فيها طرف اللسان والحروف اللي فيها اخطاء شائعة بعد كده هقرأ الحروف ديت واللي انا اعلمه هيقرأها وراي ثالث مرة هسمع كل حرف من الحروف ديت كل حد من اللي انا بعلمه نطقها النطق الصحيح ولا لا وبأكده يبقى انا اتأكد ان كل حرف من الحروف اتنطق من مخربه الصح اتنطق من مخربه الصح واللي انا بعلمه عارف ينطقه صح ودي يبقى انا قطعت شوت كبير جدا في تعليمه الكراءة طيب انا عايزة افتح الاتشات لو سمحت اوصيص طارق عشان اعرف بس هما فيهم معي ولا لا لو في حد عند سؤال يقول لي برضو لو عند سؤال يتفضل يقوله اشتروف المفخمة تاني اشتروف المفخمة تاني لالخاء والصاد والضاد والطاء والذاء والغين والكاف والطريقة دية تنفع برضو الاطفال الاعاجم اللي هما بيعرفوش عربي طيب خلاص اشنا كده لا هو نطق الحرف في الطريقة دية خاء المفروض النواف كل عربي خاء لكن خاء لو هنتكلم عليها بعدين لو خاء لو خاء هنتكلم عليها بعدين الحتة دية عشان بس ما نغبطش الناس التاني طيب ينقل الحتة تانية يبقى انا لو دلوقتي علمت الطفل او الامي لو علمت الامي او الطفل دلوقتي ازاي يقرى الحروف ويحفظها هنأجيل المرحلة التانية اللي هي اشكال الحروف ايه اشكال الحروف هو عارف اول شكل اللي احنا رسلناه في اول صفحة بعد كده تاني شكل طب عايزين يعرف ان ده حرف الباء وده برضو حرف الباء وده برضو حرف الباء وده برضو حرف الباء طب انه هقوله ده ازاي هو هيعرف ده من حياة واحدة بس لما انا ارسل له اشكال الحروف كلها في كل جزء في الكلمة واقول له واجيب له على كل حياة المثال بتاعها هقول له دي مثلا باب دي مثلا زي بنت اللي في اول الكلمة دي مثلا زي كتيب نعم هي اخر واحدة زي كتيب وو τη باب باب مثلا فى نص الكلمة هاجيب عليها مثال وelijkؤلها ديفيها فى نص الكلمة انا هرسم له هكتب له الحرف وهكتب له جنبه شكله فى كل اوجهه ساوى كان عليه فى سى اول الكلمة فى وسط الكلمة فى اخر الكلمة فى imagensه اعرفنا له الشكل العرف ثانى خطوة هنعرف له شكل الحرف فى اول الكلمة فى واسط الكلمة واخر الكلمة سأجيب له مشكلة جملة أقول له أن هذا يحرك فيها حرف البي سأجيب له ثلاث كلمات بها حرف البي في أول كلمة وحرف البي في وسط الكلمة وحرف البي في أخر الكلمة وأقول له أن هذا هو بائع وسهدar هكذا؟ لنأتي بالتعليب على اللي بعدها ونتكلم على الحروف المتشبهة كتابة زي الباق والياء والنون والثاء والثاء كتير اول من الاطفال او من الناس اللي اول ما يتعلموا بيطلق بطه ما بين الباق والياء والنون والثاء والثاء والحاء والجيم والخاء وهكذا طيب عشان نفرق برضو او نعلمهم ازاي يفرق وما بينهم هروح انا كتبه حرف الباق او روح انا كتبه العلامة بتاع حرف الباق روح حتى تحتها نقطة وقوله ده حرف ايه فهقوله باق وروح بعدها مسح النقطة اللي تحت وروح حتى فوقها نقطة وقوله طب كده باق ايه هيقول لي مثلا نون هيجي بعد كده وروح مسح النقطة اللي فوق وروح حتى تحتها نقطة ويقوله يبقى كده ايه يبقى ياء وبكده وهكذا مع باقة الحروف هيعرف يفرق مرة مع مرة مع مرة ومع التكرار هيعرف يعرف ان هي لما يتحط تحتها نقطة تبقى باء لما يتحط فقاها نقطة تبقى نون لما يتحط فقاها نقطتين تبقى تاب وهكذا طبعا نتكلم على بعد كده على الحروف المتجبهة على الحروف المتشبهة نطقن هي ليس موجودة هنا بردو عشان ايه الحروف المتشبهة نطقن ديت اول مرحلة علمنا له ازاي انت الحروف تاني حاجة علمنا له الحرف اول الكلمة ووسط الكلمة واخر الكلمة ثالث حاجة عملناها عرفنا الحروف المتشبهة كتابة وازاي يعرف دي ايه ويفرق ما بين دي وما بين دي ما بين الحرف ده والحرف ده والحرف ده طيب بعد كده الحروف المتشبهة نطقن ده كل عشان نخليه يعرف يميز ما بين الحروف الحروف المتشبهة نطقن زي ايه زي التاء والطاء والدال زي الثاء والسين زي السين والصاد والذال والذال زي الدال والضاد طيب انا دلوقتي هكتب لي كل حروف المتشبهة او اغلبية الاطفال بيجي ينطقوها بينطقوها زي بعض زي مثلا الراء واللام ناس كتير بتنطق اللام تقلبها على راء الراء قصدي تروح قلبها على لام وهكذا زي السين والصاد والذال زي الساء والسين طيب انا هخليه ازاي يفرق ما بينهم هروح مجمعاهم واروح نطقه مثلا اطلاح حروف اللي بينطقها ونطقهم واحد زي التاء والطاء والدال مع بعض وقراه هقراهم مرة الوحدي وقراهم هم يرددوا ورايا وهسمع كل حرف كل حد منهم بيقول الحرف ده ازاي وبينطقه ازاي وخليه يقوله وعلمه ازاي ينتقوا لحد ما ينتقوا النطق الصح تمام الحت كده كويس ولا ايه تاني الحتة دي انا دلوقتي عايزة اخليهم اللي انا بعلمهم ازاي يميزوا ما بين الحروف اللي نطقها زي بعض زي مثلا ناس كتيرة قوي بتنطق الساء والسين مع بعض سواء خصوصا الاطفال وهم لسه صغيرين طيب انا عايزة اعرفه ان حرف الساء لما اجا انطقه واخوه كمان الكبار لما اجا انطقه بيطلع في طرف اللسان والسين لا انا هسمع منه بينطقه ازاي طب لقيته بيقوله غلط هروح انا كتبة الساء والسين اي ان كان على صبورة على ورقة وهنطق حرف الساء كزا مرة اقول ساء ووري له طرف الثاني وانا بطلع فيه ساء ساء وروح نطق حرف السين دي اول مرة ثاني مرة هقرأ الحرف وهو يقرأ ورويه ثالث مرة هخليه يقرأ هو واشوف هو وصل معه فين هيا عارف انطقه صح ولا لا وهكذا هل حتة ديت تمام ولا فيه حد لسه عند اختلاف فيها تمام يبقى احنا لو قلنا اللي انا قلته من شوية ده اول حاية علمت الاطفال ازاي يقروا الحروف يقروها وركزت على الحروف المفخمة والحروف اللي يطلع فيها طرف اللسان والحروف اللي هي نطقها زي بعض تاني حاجة علوم الحروف المتشابهة اه وحف أسفا الحرف في اول كلمة وفسط الكلمة وفي اخر الكلمة ثم وبعد كده حروف المتشابهة نطقا والحروف المتشابهة كتابة طب انا كده خليتهم يعرفوا الحرف زي ما هو بس من غير حراكات من غير حركات هبدأ بقى احط على الحركات ماهو الحركات ديت؟ سواء كانت فتح او ضم او كسر الحركات سواء كانت فتح او ضم او كسر هروح كتب الحرف ثانية واحدة هكتب الحرف وليكن مثلا الألف أو الباء لوحده هسألهم ايه هو الحرف ده هايقولولي مثلا باء طيب لو حطيت عليه الشرطة الميلة ديت لفوق وإحنا بنسميها فتحة هقولولهم يبقى اسم الحرف ده ونطق إيه همفروض مش يعرف فقولولهم يبقى كده اسمه باء وبنمطقه باء فتحة باء يبقى تاني من الأول هروح كتبالهم مثلا حرفي زي الجيم هقولولهم ايه الحرف ده هقولولي مثلا جيم هحط عليه الشرطة الميلة والشرطة الميلة ديت بنسميها فتح هيبقى نطقه ايه على الحرف مبقاش اسمه زي ما هو مبقاش اسمه باء بيبقى اسمه باء بيبقى دي اول حاجة تاني خطوة هعملها هقرار الحروف من اولها لاخيرها بالفتح هتبقى الف همزة فتحة ا بيبقى ايه باء فتحة باء وبتبع كتبتها زي هي مكتوبة كده بس باء فتحة باء على طول تاء فتحة تاء بالضبط طيب هقوله الف همزة فتحة ا باء فتحة باء تاء فتحة تاء وهكذا لحد الاخر طيب تاني خطوة هقرى الحروف ونفس الحكاية هم يقرواها ورايا طيب وبعد كده هقولهم خلاص المرحلة دي عدت احنا اول ما نشوف اي حرف عليه العلامة دي تايبة اسمه على طول ايه باء فهو عارف ان الحرف ده على اي فتحة ديت اسمه باء ما عادش اسمه باء يعني فانا اول ما نعليه بنقوله ان دي باء عليها فتحة فبننطقها باء طيب بعد كده هيشوف الحرف وعلي الفتحة بتاعته يبقى نطق ايه يبقى نطق باء هيشوف الحرف التاني يبقى تاء سا جا حا خا با زا يبقى كده عرفته النطق بالفتح ولو خدنا طيب انا هعرفه النطق بالفتح وبعد ما تديله النطق بالفتح هتديله شوية تدريبات عليه ايه مثال عندنا هوت زي الكلمة ديت ثلاث حروف ثلاث حروف عليها ثلاث فتحات يعني ثلاث حروف مفتوحين هكتبله مثلا ثلاث حروف دولت هقول له ايه الحرف ده مفروض هو عارف خلاص حرف ثلاث حروف اسال يا واحدة حد بسأل سؤال طيب معلش شوء ممكن افرق بالنطق بين حرف الزاق والضاق، والضاق، ولا ايه؟ هو الزاق والضاد، والضاق، حرف الزاق بيبقى ضاق، والضاد بيبقى ضاق، ضاق ضاق، بعليها الفتحة نرجع لسا جا هو المفروض الطفل يعرف ان السين وعليها فتحة تبقى سا والجيم وعليها فتحة تبقى جا والدال وعليها فتحة تبقى دا انا اقول له سين فتحة سا بعد كده جيم فتحة جا طب انطقها كده على بعضها سا جا نطق السين بعد النطق الدا طيب نطق السين وبعد النطق الجيم بعد كده دا سا جا دا طب نشوف فاشا كورا او عبدة عا تبقى عين فتحة عا بعد كده با فتحة با طب ننطقها على بعض وبسرعة عا دا طب بعدها دال فتحة دا وبننطقها الواحدة ايه؟ دا تبقى كلها على بعضها ايه؟ عا با دا يعني هو بمجرد مايعرف ان دا عين وعليها فتحة ودي با وعليها فتحة فهو عارف ان دي لوحدها عا ودي لوحدها با ودي لوحدها دا فلو نطقها على طلب السورة عا يقول عا با دا فينطوا الحتة دا تبقى كده تبقى كده علمناه ينطق كلمة كلها مفتوحة او كلها عليها فتحة او اللي بيتطبق على حرف على الفتح بيتطبق على الكسر بيتطبق على الضم نفيش عليها اي اختلاف نفس الحكاية بقرالهم الحروف كلها بالكسر تاني حاجة وخليهم هما يسمعوها تاني حاجة بقراها الواحدة وهم يقولوا ورايا با اول حاجة بقرا الواحدة وهم يسمعوا بس تاني مرة هقرا حرف حرف وكلمة كلمة حرف حرف وهم يردوا ورايا النطق تالت حاجة بس مع الحروف دي تعرفوا يمطقوها صح او لا تبقى انا لوصلت للمرحلة دا دا يبقى حلوة او قولنا اللي هيتطبق على الفتح هيتطبق على الكسر هيتطبق على الضم ناخد مثال طيب على في كسر وضم نبقى كده خلاص خدنا الحركات بالفتح والكسر والضم نشوف مثلا اوكلا كلمة زي اوكلا دي فيها الضم والكسر والفتح طيب حد بيقول الاحسن نكتب سا جي دا لا هي عمرها ما تكتب كده عشان كده اصلا غلط هنعرف بعد كده ان السين وجنبها حرف الالف بتتنطق حاجة تانية لا هي حرف السين وعليه فتحة بس هي الطريقة كده يعني الكاف اللي تحتها كسرة دي ما كتبناش تحتها ايه واللام اللي عليها فتحة ما كتباش جنبها الف فهو الحرف اللي بتكتب عليه الفتحة بس طيب هنطقوا ازاي هقول الالف همزة ضم او كاس كسرة كي اوكي لا مفتحة لا اوكي لا كلمة كمان عشان ننقل ونشوف حاجات تانية زي نشوف زوبيحة عندنا الزال عليها ضم الزال ضم با كاسرة ب زوبيحة زوبيحة و فتحة و زوبيحة والف همزة ضم او و او كاف كاسرة كي وا اوكي لا مفتحة لا وا اوكي لا يبقى زوبيحة وا اوكي لا في حد عنده سؤال لحد ما احنا واقفين كده ولا نقلب على حاجة تانية الزال لما اجي انطقها تقول ذال ضم ذو 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 همثلة على الضاد والزاء الزاء وليس الزاد الزاء اخرها همزة فشنا في فصدق في مثلا كلمة فصدق نكتبها طيب نكتبها كلمة فصدق صدق كلمة فصدق كلمة 60 نكتبها بالنسبة exile ف ف فتحة ف ص ص ص ف فتحة ف صاد فتحة ص ف ص دال فتحة د ف صاد قاف فتحة ق ف صاد ق ف صاد ق ف صاد ق خدوا بالكم الدال لما تجي مبين حرفين زي الصاد والقاف مفروض تبقي الدال أصلا ها في ناس كتيرة بتنطقها ضاد تقول ف صادق صاد قاف ف صاد ق ف صاد ق ف صاد ق ثم نرجع تاني للوقفين في طيب لو احنا اخدنا الحرقات بالفتح وبالكسر وبالضم المفروض هناخد المدود ايه المدود ده المدود ده المدود مثلا هم المدود مشهورة هم تفيه ثلاث حروف للمد في زا تنتق اخوانا محدش زا تنتق زو في زو بيحا زو بيحا ما نقولش زو ما بنقولش زو بيحا بنقول زو بيحا على طور عشان كلمة زو بيحا دي تطبق كلمتين أصلا نركز في الحتة دي عشان مهمة جدا تمام نرجع للمدود المدود اللي هي عبارة عن ثلاث حروف الالف والواو والياء والمد بيكون ساكن ويتبعه حركة من جنسه يعني ايه حركة من جنسه يعني مثلا الالف هنا لازم يكون قبليه فتح والواو بيكون قبلها حرف مضموم والياء بيكون قبلها حرف تحته كسرة وهكذا يبقى المد بيكون ده عبارة عن حرف لين اللي هم الالف والواو والياء اللي اجمحها في كلمة واج وبيكون عشان نسميه حرف مد عشان الالف او الواو والياء نسميه حرف مد لازم يكون فيه شرطين اول شرط ان هو يكون ساكن ثاني شرط ان هو يتبعه حركة من جنسه بيبقى بيبقى قبله يسبقه حركة من جنسه يسبقه ثانية واحدة يا اخونا ثانية واحدة معيك السلام عليكم اسفع المقطع هنرجع ثانية ونقول حرف الباء كنا قفين عند المدود احنا قلنا الالف والواو والياء دولات عبارة عن حروف مدود وعشان نقول عليهم حرف مد لازم بيبقى فيه شرطين اول شرط يبقى الحرف ده ساكن ثاني شرط يبقى قبله حركة من جنسه يعني ايه حركة من جنسه يعني الالف لازم يكون قبله حرف متحرك بالفتح او عليه فتحة والياء قبلها حرف تحتها قصرة والواو قبلها حرف عليه ضم زي هنا بالظبط عندنا الالف قبله حرف عليه فتحة طيب بننطقه ازاي با بنقول علي با فتحة با والالف ده بنقول عليه ألف مد طبيعي حركة با حد كده كان اسمه با فتحة با وخلاص لكن دلوقتي با اسمه لما جاء جه وراه حرف لين بنقول عليه با فتحة با ألف مد لين او مد طبيعي حركتين با وهكذا تا فتحة تا ألف مد طبيعي حركتين تا يعني حركتين يعني مدة صغيرة زي ما انا بقول عليها كده مدة فرد الصباع او تقتني الصباع وفرده او او انا كنت تانية وبفرده با وهكذا بقيت الحروف طب في حد عايز يسل في الحتة ديت وفي حد الحتة بتاع المادة ديمش متوضح له طيب هنقول مثلا زي كلمة هنقول مثلا مثال من القرآن هنقول مثلا مثال من القرآن او تمام حافظوا في مثلا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها وهكذا وكلمة ضحاها هنلا ايه الكلام ده كلمة مثلا زي تلاها ضحاها هنقول كلمة با ما ثلاث وهكذا اثلاث قبل كده كنا بنقول عليه با على طول تاتة با طيب من نيجي مثلا حرف اللون الواحدة نقول عليها ما تكلمة اجبها حرف مد الف فنسميه مد طبيعي حركتين فنقول عليه با تا طيب التهجي بتاعه ازاي با فتحة با الف مد طبيعي حركتين با احنا هنشوف عادي كده في امثلة وهنوضح اكتر بالامثلة هنا مثلا مقارنة بين الفتح والمد بالالف دي الحتة اللي كنت بتكلم فيها دي با فتحة با دي با فتحة با الف مد طبيعي حركتين با وهكذا بقيت الحروف نشوف حاجة تانية اه دي الماد المتصل ده نوع تاني من انواع المدود بس هنرجع للمد الطبيعي اللي احنا فيه انشان ما نطلق بطش هنقول مثال على المد الطبيعي هنقول مثال ازاي ندي المد الطبيعي ونعلمه لنس هنشوف 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 نشوف نارو هنقول مثلا نكتب هنا نارو سوف نكتب هنشوف هنشوف هنطقها вниз وهنا ننطقها ازاي ديت نارو ديت ايه نار يعني ديت نون نون فتح نار ألف مد طبيعي حركة نار راء دمرو نارو ديت نون فتح نار راء كسر أر نار خيمنا يعني ايه الفرق ما بين فيه مد طبيعي ولا مفيش مد طبيعي ولا لا يبقى اهم حاجة وانا بعمل المد الطبيعي او الحروف بالفتح بس ان انا فرق ما بين دي وما بين دي وانا بعمل تمام اللي سواء كان امي سواء كان طفل انه عرفوا الفرق ما بين النون لما يكون عليها فتح بس وانه النون لما يكون عليها حرف مد وراها حرف مد طيب المد ال كلمة دلوقتي لو على الالف لو جيه حرف مد طيب طيب كلمة كلمة مثلا ابابيل كلمة مثلا نكتب مثال هنا ابابيل ابابيل لام فتح لا ابابيل ابابيل وهكذا الواو مثال برضو على الواو لما تيدي مد طبيعي يعني لما تيدي سكنة حرف مضمون زي كلمة راسو لو اه تبقى راسو سين ضم سو واو مد طبيعي حركتين سو راسو لام ضم لو راسو لو احنا احنا ما قلناه احنا كل اللي قلناه هنا ديمثال على المد الطبيعي بالالف ديمثال على المد بالواو ديمثال على المد بالياء طيب هنا الالف جات مد طبيعي حركتين عشان جاب لها النون كانت مفتوحة وهي كانت سكنة هنا الإلياء جات مد طبيعي حركتين عشان قبلها السين ضمة وهي سكنة سو هنا الإلياء جات مد طبيعي حركتين عشان قبلها الباء تحتها كثرت باء بي ابابيل و هنا برضى الالف مد طبيعي حركتين عشان قبلها الباغ فاتحة ABOUT بي يبقى كده أقل ديمثال عشان اقل is على المد الطبيعي بالألف سواء كان ألف أو واو أو ياء مهم جدا زي ما قلت أعرف الفرق مبين السين وهي عليها ضمة والسين وهي جنبها واو والواو هنا مد طبيعي في فرق يعني هنا بس لما با كنت أقول با نجي نتكلم بعد كده على المد المتصل المد المتصل المد المتصل سواء كان الألف أو الواو أو الياء نفس الحكاية قبل حرف عليه فتح قبل حرف عليه فتح أو حركة من جنسه بس فيه بعدها همز في نفس الكلمة تمام وفيه بعد الألف فيه همزة فعشان كده فنسميه مد متصل ومش مدته حركتين بس مدته أربع أو خمس حركات نطولها شوية ثاني المد المتصل بيبقى 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 نفس الحكاية بيبقى حرف ساكن قبل حرف متحرك حركة من جنسه ثاني بيبقى بيبقى حرف يبقى حرف ازاي ينضع الحرف ده لما ييجي بالمنظر ده هاعلمه له ازاي هقول له و وفتح و را فتح را و را ألف مد متصل واجب أربع أو خمس حركات و را همزة كسر و اي و را اي وهكذا ثاني و و فتح و را فتح را ألف مد متصل واجب أربع أو خمس حركات همزة كسر و را همزة كسر و را همزة كسر و را و را اي وهكذا ان السبب المد ده مد متصل مش مد طبيعي ان فيه جاءت الهمزة في نفس الكلمة عشان كده بنسميه مد متصل وهكذا بقيت الامثلة احنا كده اخدنا المد الطبيعي المد الطبيعي نفس الكلام ده بس ما كانش بيه وراه همزة تمام وهكذا بقيت الامثلة طيب المد المتصل و مدته بنطول المد شوية أربع أو خمس حركات طيب نيجي للنوع اللي بعد كده اللي بنسميه المد البدل مد البدل تمام كان قابل كده في المد المتصل الهمزة جات بعد حرف المل اللين أو بعد حرف المد في البدل اللي بتكون مفتوحة وبتكون برضه مد بدل حركتين يعني ناخد بالنا منه عشان فيه ناس كتير قابلت لغبة ما بينه وما بين المد المتصل بيتعلم في القرآن ان المد المتصل بيكون عليه همزة مد لكن المد البدل بيكون ما بيكونش عليه همزة مد وبيكون مدده حركتين بس طيب أعلموا ازاي؟ تمام المد البدل بيكون حركتين بس وبيكونش عليه همزة مد يعني زيه زي المد الطبيعي بس اللي بيفرق ان هنا قابل حرف المد جه همزة والهمزة ديت عليها حركة مفتوحة قبل الالف ومكسورة قبل الياء اهي ادي مفتوحة قبل الالف مضمومة قبل الواو مكسورة قبل الياء او المد الطبيعي والمد البدل حركتين طيب نشوف بقى نطق ازاي؟ همزة فتحة A الف مد بدل حركتين A لا مكسورة لي اه لي اه مانا اه داما وفي اه زرا وحيا احنا كده اخدنا المد الطبيعي والمد المتصل والمد البدل وفيه كمان نورة كمان من المدود اللي بنسميه المد المنفصل احنا اخدنا المد الطبيعي كان حركتين المد البدل كان حركتين المد المتصل كان اربع او خمس حركات طيب المد المنفصل المد المنفصل بيبقى زي ما احنا نحن شامنين كده بيبقى ده في كلمة وده في كلمة يعني ييده في كلمة وله في كلمة لكن هنا هلأ الميم جه الحرف المد وقبله حرف متحرك من جنسي وبعده همزة بس المشكلة ان فاصل ما بين الحرف ده والهمزة حاجة ده في كلمة وده في كلمة فعشان كده بنسميه مد منفصل المد المنفصل بيكون مد جائز المد المنفصل بيكون مد جائز جائز ليه؟ يعني ممكن اخليه حركتين ممكن اخليه اربع او خمس حركات عشان كده سميناه جائز طيب بيتنطق ازاي ده؟ او ننطق الكلمة ده ازاي؟ وا وفتحة وا ميم فتحة ما وما الف مد منفصل جائز اثنان او اربع او خمس حركات وما الف همزة ضم او وما او را كسرا ري يا مد طبيعي حركتين ري دال ضم دو وري دو المد المنفصل ممكن اخليه زي المد الطبيعي حركتين وممكن اخليه اربع او خمس حركات زي المد المتصل عشان كده بنقول عليه جائز يعني ممكن اكسره اخليه حركتين ممكن اخليه اربع او خمس حركات خلي اسمه منفصل عشان فصل ما بين المده وبين الهمزة بفاصل ننطق كمان واحدة كلمة تانية ف فتحة ف ميم فتحة ما ثمات الف مد منفصل جائز اثنان او اربع او خمس حركات ثمات همزة فتحة اي يعني انا كده ما خلتوش حركتين خليته اربع او خمس حركات ممكن حد يقول فمي فمي بس ممكن حد يقول فمي ثانية واحدة فمي الف همزة فتحة اي فمي اي الف مد بدل حركتين اي مين فتحة ما اي نون فتحة نا اي ما نا لو نلاحظ هنا ان هنا الالف دي جات مد بدل والالف دي جات مد منفصل دي مد بدل عشان الهمزة قبله ودي مد منفصل عشان جاء قبلها مفتوح وجاء بعدها همزة بس دي في كلمة ودي في كلمة ممكن نقولها فما امانا ممكن نقولها فما امانا وهكذا يبقى احنا كده اخذنا مد طبيعي مد بدل مد منفصل مد منفصل انه هناك اعتراض على المدود مد منفصل مد منفصل مد منفصل مد منفصل مد منفصل مد منفصل اللي هم الطبيعي والبدل والمتصل والمنفصل احنا اخذنا الحركات الفتح والكسر والضم بعد كده اخذنا المدود بعد كده هابدأ اعلمه التنوين سوى كانت تنوين بالفتح تنوين بالكسر والتنوين بالضم طيب الحرف يتطع ازاي بالتنوين اول حاجة التنوين بالفتح باق تنوين بالفتح يبن فاق تنوين بالفتح تن بنفس الحكاية هاروها الاول كلها لوحدي واخلي اللي انا اعلمه يسمع بس بحيث انه يعرف الحرف ده يتطع ازاي باق تنوين بالفتح يبن تاق تنوين بالفتح تن وهاتزم طيب انا اعرفتها الواحدة بعد كده هأعرفها ايه 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 ما عليش اسفع المقطعة نكمل وكده المفروض الساعة خلصت بس انا ممكن اعود معاكم بحيث ننجز كل المفروض الطريقة في محاضرة واحدة ثاني انا قلت انا هقراها مرة الوحدي ثاني مرة قلت هقراها مرة الوحدي ثاني مرة هقراها وهم يقروها وراها قالت مرة هعرف كل حد انا بعلمه النطق وصله صح ولا لا باقي تنوين بالفتح بن طب لو تحتها كسرة باقي تنوين بالكسر بن لو عليها ضمة باقي تنوين بالضم بن طيب شوف مثال حسوكم طيب زي مثلا حسابا يسيرا ثبورا ده كل تنوين بالفتح طيب مثال على تنوين بالكسر زي عظيم نصوب عاتية تنوين بالضم مصيبة وزينة خالصة وهكذا طيب نجي للسكون السكون السكون باء باء سكون أباء باء باء امثلا عموما عندما يأتي اعلمهم السكون سأكتب حرف الباء وهكتب عليه السكون كلنا عارفين رسمته سواء كانت الناس اللي بتكتبها بالرسم العثمان اللي هي اخيرها مفتوح او الناس اللي بتكتبها في الامنة العادية خمسة صغيرة من فوق كده قلهم ده حرف الباء ولو حطيت عليه السكون حط عليه مثلا الخمسة الصغيرة ديت ودي بنسميها سكون وبنطقها ازاي باء سكون أباء تمام تاء سكون أت ثاء سكون أس جيم سكون أج حاء سكون أح دال سكون أداء وهكذا طب نلاحظ فأباء وأجاء وأداء وأطاء الحروف ديت وإحنا بنقولها بنقلقلها يجموعة في كلمة قطب جد نلاحظ وإحنا بنقولها نقلقلها زي مثلا قاد سامعاء قاد سامعاء ما نقولش قاد سامع على طول كده لا قاد سامعاء أجاء أداء أركز له أن الحروف ديت لما تيجي تتنطق بقلقلها اللي هي مجموعة في كلمة قطب جد تمام كل هو الله أحد الله الصمد وهكذا طيب دي دلوقتي المفرون أول حاجة هتدي له السكون واعرفه نطق الحروف بالسكون وهجمع له حروف قبل كده وحركات خطاة قبل كده وحط له جنبها السكون واعرف عليه السكون واقول له ديت نطق إزاي دي في المثال ده ألف همزة فتحة A باء فتحة أسفل ألف همزة فتحة A باء سكون أباء وهكذا زي مثلا عو عين ضم عو صاد سكون قص عص وهكذا عط رف رك عز أج وهكذا كده لام القمرية طيب اللام القمرية اللام القمرية طبعا عارفين اللام القمرية واللام الشمسية اللام القمرية اللي هي بتظهر في الكلام الأرض الباطل الغيب وهكذا القمرية القمرية ديت اللام القمرية يعني اللام اللي بتظهر في النطق وفي الكتابة زي الباطل المتبقها المتبقية 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 أيها المتبقية بضع الصحيح الحروف دية لو حرف اللام جيه قبلها الحروف دية بتبقى اللام اللي قبلها لام كبرية زي الباطل ادلباء وادلباء الغيب ادلغين واللام هنا جيه قمرية الحكيم غير كده بتبقى اللام شمسي وهكذا العمر عقيمه عقيمه اه العين ادلعين يبقى ابغي حجك وخف عقيمه يبقى دي الحروف اللي لو فيه لمجات قبلها تبقى لام كبرية عرفنا اللام الكبرية دية اللي بتظهر نطقا وكتابة لو نطقت القمر بالنسبة لاطفال اه ممكن كده برضه الباطل وهكذا قمرية بتظهر نطقا وكتابة الشمسية بتظهر في الكتابة بس لكن في النطق وبنش هتعرفها من كلمة القمر والشمس الشمس ما بتظهرش وهي اللام الكمرية خلاص دي تدريب تجزد مع الفتحة 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 امثلة يعني هي بتتكتبش كده اي هي بتتكتب باق وعليها شدة وفتحة لما اجي علمها للطفل هتكب حرف الباق وبعدين اقول له شايف السين الصغارة ديت بنسميها ايه بنسميها شدة ولما احط عليها الشرطة الميلة دي فاكرها ايه كانت فتحة تبقى ايه شدة وفتحة طب ادي الباق وادي الشدة وادي الفتحة السين الصغيرة اللي هي ثلاثة سنات بتاع السين شدة فوق السين في اول الكلام تمام ام باكتب الحرف باكتب عليه الشدة والفتحة طيب نطق ايه بقى ابا اتا اثا اجا اثا اشا اصا اثا وهكذا طيب بننتهى كده بجميع الحروف لكن من غير ما عادة حرف الميم وحرف النون بنقول عليه ميم حرف غنة مشدد بالفتح اما تاني الحتة ديت ما عادة الميم والنون ما بنقولش عليهم ميم عليها شدة وفتحة لا بنقول عليهم ميم حرف غنة مشدد بالفتح اما طيب فيه مثال هنا او الغنة بمجدار حركتين عندنا الهاء تحتها كسرة هاء كسرة هي ميم حرف غنة مشدد بالفتح اما هما هنا وهكذا الميم والنون لما تيه عليهم مشدة وفتحة بيبقوا حرف غنة مشدد بالفتح او حرف غنة مشدد بالكسد هن 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 ها الحرف المشدد تمام بيبقى حرفين الاول ساكن والثاني متحرك عشان كده لما بليغ انتقع بنقول ابا تمام تمام ميش انا بقى لما اديه للاطفال هعملوا ازاي نفس الفكرة خالص او سواء كان الاميين بقول له الحرف بقول له هحط عليه ثلاث سنات او السين الصغيرة تبقى دي الشدة هحط عليه فتحة تبقى شدة وفتحة ونقطق كذا ابا وعليه شدة وضمه يبقى ابو بقول عليه شدة وكسرة تبقى اببي طيب هناخده برضه التجديد مع المادة بالالف مع المادة بالالف مع المادة بالالف يعني نفس اللي اخدناه بالحركات العادية هناخده بالضبط مع الشدة والفتحة بقى ابا ابا الس الالف هنا مادة طبيعية حركتين نفس اللي اخدناه مع الحركات وقوات الثانية بس هنزود الشدة بس البداية فيا حد عنده مشكلة في الحتة دي واحنا كده اعتبر خلصنا لا هو صراحة مش كله هو كده فاضي الجزء انا كان نفسي خلص لكم كله النهاردة بس صراحة كده مش هينفع هننصك المعد الثاني ويبقى فيه علام برضو للجزء الثاني وهيكون برضو فيه جمل ان شاء الله لو فيه حد عنده اي اسئال يقول لي قبل ما نقفل رب يكون في التقو النهاردة بحاجة ان شاء الله تمنى كذلك شاء الله شكرا شكرا شكرا